ومن من غازي ينضم إلينا مراسل الغازة مننا عبدالعزيز الفاخري عبدالعزيز صباح الخير التلويح من قبل الأمم المتحدة بمراقبين دوليين وحلول خارجية هذه سابقة خطيرة من قبل الأمم المتحدة في هذا التوقيت كيف كانت تجاوب معها في الداخل الليبي؟ صباح الخير داليا نعم بالأمس بالتحديد قد قدم أمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش طلب لمجلس الأمن وذلك لنشر مراقبين دوليين أو قوات حفظ للسلام في ليبيا في المناطق التي دعينا نقول داليا بأن المناطق قد مرجح بأن تشهد اشتباكات على خلفية التهديدات الواضحة من قبل قوات حكومة الوفاق لسيما خطت تماس سرط الجفرة ربما الآن هي الخطوة تأتي بعد أن طلبت استفاني وليامز ذلك بشكل رسمي من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش هذه الخطوة قد عرضت وربما تم تداولها في مطلع هذا العام في مؤتمر برلين وكذلك في محادثات جينيف ورفضت رفضا قاطعا من قبل القوات لكن هذه المرة عبد العزيز اسمحني بالمقاطعة في هذه التفصيلة عندما تطلب استفاني وليامز هذا الطلب هذا استنادا على ماذا في الواقع الآن على الأرض ربما دالي يمكن القول بأنها خشية من أن تندلع مواجهات أو ربما احتمالية نشوب حرب في منطقة الهلال النفطي أو سرط الجفرة ذلك بعد التهديدات الأخيرة التي أصدرها عدد من القيادات التابعة لميليشيات حكومة الوفاق تحديدا ما تعرف بميليشيا بركان الغضب وكذلك التهديدات الأخيرة من قبل وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش مثله ومثل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار وعدد من القيادات أيضا العسكرية والأمنية التابعة للوفاق ما تم الإعلان عنه لنقل بشكل واضح من قبل استفاني وليامز داليا بأن هذه الخطوة تأتي لأجل مراقبة توريد السلاح لليبيا وكذلك خروج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا نذكر أيضا بأن هذه الخطوة داليا ربما هي سوف تزيد من تعقيد الموقف أكثر خاصة بأن القيادة العامة للقوات المسلحة هي تطالب خروج كل القوات الأجنبية من ليبيا بشكل واضح وهو المصار العسكري بالتعديد 5 زائد 5 وخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة في بحر هل صدرت أي ردود فعل وباختصار عبد العزيز؟ ربما لم يبقى إلا لما أسمع السؤال داليا هل صدرت أي ردود فعل الآن؟ داليا حتى هذه اللحظة لم يصدر أي رد رسمي لا من القيادة العامة ولا كذلك من الحكومة أو مجلس النواب فقط هي الآن ربما طلب قدمه أنطونيو غوتيريش من العام المتحدة لمجلس عمل الموافقة على إرسال خبراء ومراقبين دوليين وكذلك يكونون من العسكريين والمدنيين لمراقبة حضر توريد السلاح إلى ليبيا وكذلك خروج القوات الأجنبية هذا ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي حتى هذه اللحظة داليا شكرا جزيلا سنبقى دائما معك في ضوء كل التطورات من بنغازي مراسل الغاد عبدالعزيز الفخري اشتركوا في القناة